كشف أحدث تقارير اتجاهات قطاع السفر 2024 العالمي الذي يصدره معهدو ماستر كارد للاقتصاد عن نقلة نوعية في قطاع السفر خلال هذا العام تميزت بزيادة لافتة في الإنفاق على السفر ونمو قويا في حركة المسافرين وأفق بيان صحفي صادر اليوم أشار التقرير الذي تناول ما يشهده قطاع السفر من تغيرات عبر العديد من الأسواق حول العالم إلى أن الإقبال على السفر اليوم أقوى من أي وقت مضى بالرغم من تقلبات أسعار الصرف وتفاوت القدرة على تحمل التكاريف وبحسب التقرير جاءت الإمارات في المركز التاسع بين أكثر الوجهات شعبية في العالم خلال الأشهر الاثنين عشر الماضية وبالنسبة للمسافرين من دولة الإمارات جاءت لندن وأثناء وباريس في صدارة الوجهات الأكثر شعبية لهذا الصيف أما على مستوى العالم فقد احتلت اليابان المركز الأول لأكثر الوجهات شعبية خلال العام الماضي ومن المتوقع أن تكون ميونخ هي الوجهة الأكثر شعبية لهذا الصيف يونيو وحتى أغسطس 2024 بالتوازي مع انعقاد دول أبطال أوروبا وأفاد التقرير بأن المسافرين الذين يغادرون الشرق الأوسط أصبحوا أكثر انتقائية حول مكان ووقت سفرهم وينفقون المزيد على الأماكن القريبة في المنطقة ترجمة نانسي قنقر